بعد أن وصلوا على دفعتين أنهى 290 مواطنا ومواطنا فترة الحجز المؤسسي في منتزه الخيران والتي امتدت لأربعة عشر يوما تم التأكد خلالها من خلوهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مثنين على الخدمات التي قدمتها الدولة لهم خلال فترة الحجر أربعة عشر يوم مروا كأنه مروا بصراحة ليش لأنه خلونا العاملين وزارة الداخلية والصحة والمطوعين لا الأحمر وغيروا خلونا يدهينا لتنكتين فالأربعة عشر يوم مروا مرور الكرام قبل في جبين كل أحد فيهم قاموا يتنافسون لخدمة الوطن والخدمة زوار منتزه الخيران فهذا تاج نحطي على رأسنا الحقيقة يعني من نزلنا من الطيارة الأخوان اللي بالهلال الأحمر وزارة الصحة وزارة عسكرية الكل يرحب فيك ويخلي شيء يتلجي الصدر إذا فيك شيء طيب والحمد لله كملنا أربعة عشر يوم في منتزه الخيران اللهم لك الحمد خمس نجوم والله العظيم لو تقعد أنت بفلوسك ما يسولك حتى ربع اللي قعد يسولك يالك طقون عليك الباب عمل غدا يبالف عشا شون تبون بس تدللوا زحم الله خير الهلال الأحمر الكويتي كان له الدور الكبير في تأمين رحلة عودة الأهالي وتقديم كافة سبل الرعاية والعناية لحين استلامهم لأمتعتهم الشخصية والذهاب لمنازلهم رفقة ذويهم صار لهم طبعا في منتزه الخيران أربعة أشياء كل التسهيلات والدعم من قبل الهلال الأحمر الكويتي الدعم اللوجيستيك نقول من احتياجاتهم اليومية سواء من الصباح يبدون لمدة 24 ساعة لأيه باشر والشباب الأحمر الكويتي يدعمونهم بأي شي يحتاجونه الفطول قدع أشياء تيمون بر البيت اتيهم أي مكان يهم احنا بناءنا المطوعين جاهزين لاستقبال هذه الأشياء وإضافة إلى الدعم المتواصل مع وزارة الصحة الأدوية العلاجات كبار السن محتاج شغله أخواننا من الطوعين في محجر الخيران كان لهم دور كبير من راحة نفسية والدعم النفسي اللي قدموه للمواطني وظهر ذلك أثناء خروجهم الشكر موصول إلى الأحمر الكويتي ووزارة الصحة دفعات متتالية تنهي فترة الحجر الصحي المؤسسي وسط ترتيبات وتسهيلات من وزارات الدولة المعنية والهدف محاصرة هذا الفيروس الفتاك وعدم انتشاره والحفاظ على صحة المواطنين